الذي يمثل الهرم الرابع لمصر وأحد القلاع الرياضية التي بنيت من خلالها الرياضة العربية شوفوا الرد جاي منين وبيقول الشمراني أتوقع أن يكون هناك اعتذار من أسرة البرنامج للأهل المصري على تلك السقطة من ميدو بل أكاد أجزم أن الاعتذار سيتم لأننا نعرف من هو الأهل المصري وثقة له الرياضي والمجتمعي ده أحمد الشمراني الإعلامي السعودي الكبير دباس الدوسري وأنا هنا في جولة سعودية دباس الدوسري قال لك هل ما يقوله ميدو تحليل فني؟ يعني إيه اللي يلعب قدام الأهل المصري تتصاب لعبته؟ هل يصدر هذا الكلام من رياضي مصري في حق النادي الأكثر تشريفاً للكرة المصرية؟ ده تساؤل للسادة القائمين على الرياضة في مصر هل تقبلوا أنه صورة النادي الأهلي لعب مصري يسيء إليها لدى الأشقاء السعودية وحضراتكم بتتفرجوا؟ هل ده يقبل يعني؟ بيقول الأستاذ دباس الدوسري هل يصدر هذا الكلام من رياضي مصري في حق النادي الأكثر تشريفاً للكرة المصرية؟ هل يريد ميدو إقناعنا بأن الزمالك يمكن أن يقارن بزعيم الأندية الأفريقية الأهلي؟ جاب الكلام لنفسه أي من الجحدة لي أيضاً إعلامي سعودي كتب تحت أي نوع من أنواع التحليل الرياضي يمكن أن يصنف كلام ميدو هل تعاقدت معه القناة السعودية من أجل أن يقدم تحليلاً فنياً رصيناً أم من أجل مثل هذه الخزعبلات؟ المشكلة يقول وفقاً من وقع يقول من وقع خبرة يعني هو عنده خبرة ده يقول أعتقد أن ميدو يسيء لنفسه بهذا الكلام ولا يقدم الإضافة التي تنتظره منه القناة ده كلام قاسي جداً أستاذ زبريم لسبب قناة إذا تقوله إحنا مش جايبينك عشان كده وسبخ لخالد الغندور أن برضو لما راح أسأل النادي الآلي وقيل له هذا الكلام بالنص أنت جاي تقولك الناس جاي بقى محللين عشان يتكلموا في الكورة مش عشان يقولوا مشاعرهم السلبية تجي هنادي كل الناس تعلم مكانته وقيمه ونقاءه وريادته طيب بصوا مثلاً من أشار الاسمه بالتلج المشوي تلج المشوي قال حضرة المزيع الكابتن خالد الشنيف المتحد سميده تم طرده من السعودية بسبب تجاوزه مع أحد المشجعين في وسائل التواصل والآن تاركه يغلط قدامك على أفضل نادي في مصر وأفريقيا رياضياً وأخلاقياً وبدل ما توقفه عند حده توزع ابتسامات أظن هذا لا يليق ولو غلط على نادي الشباب لو كان غلط على نادي الشباب لن ترضى بيقول له المهنية يا كابتن لكن دارا دول سعوديين سعوديين كل دول سعوديين مديقين دارا القحطاني كتبت ما راح يصير شيء إلا أنه إلا اللي ربنا كاتبه هذه الخزعبلات ما لنا فيها أبداً بصوا إحنا بنشوى صورة رياضتنا لإزاي أحمد عبد الفتاح أيضاً سعودي قال لك مرتضى منصور لازال موجوداً في ميدو لأنه ميدو بالليل غير ميدو في الصباح وأيضاً أحمد سعودي كتب الأهلي قوي كمنظومة بس الاتحاد بكنتي راح يفرجوا معاه في المباراة ماشي ده درياضة وعلى اليسير هاشمي أو اليسر أحمد اليسر الهاشمي هذا المفروض لا يعطى أي فرصة للكلام إبراهيم الشريف قال له مع عدم احترامي لكلامك الاتحاد السعودي قوي وكعب أهل أعلى من الأهل المصري قوي ولديه شخصية بطل برضو كلام في الكرة مش في الخزعبلات اللي بيلومون عليها وأسهم قال له الله الحافظ وما حد بيصير له شيء إلا بأمر الله لو بنواجه مين كان سامح أيضاً سعودي قال لك ورب ميدو لا يضيف شيء لهذا الاستوديو ونصيحة طرده بص جاب لنفسه كلام على فكرة نحن مش محتاجين نقول أي شيء أكثر واقع من هذا كابتن أحمد شبير هو رخر الداية من اللي حصل وأنا هنا دايماً بستغرب أنه كتير من برامجنا يا جماعة ما يخص القيمة والسمعة المفترض تستفز ناس تتحرك تستفزاه استفزاز لأنه ما يتعلق بصورة مصر رياضية برة وأنا بقول لكم لو ده حصل من حد أهلاوي يسيل نادي الزمالك في استوديو عربي كان لازم أن يكون موقفنا الرافض هو نفس الموقف المبدائي لأن أنت بتتكلم على مصر لما يتهم نادي هو على القمة منها إلى درجة أن الأشقاء في السعودية يغضبوا للأهل من الاتهامات ميدو اللي بيحاول يلسقها والصورة الزهنية اللي بيحاول يرسمها لدى الأشقاء عن الأهل وهو ناس إنه تقريبا واقف قدام المراية وشايف نفسه وبيتكلم عن نفسه لأنه ديكم شفتوا كل الكلام اللي كان قيله بعظمة لسانه مين اللي بيستعين بالمشايخ ومين اللي مركب معاه شيخ ومين اللي بيحط التشكيل البناء على رؤية المشايخ وكل الكلام ده ميدو قالو على نفسه وأقسم بالله العظيم إنه ده كان بيحصل فعشان النهاردة يقول لك اقروا القرآن قبل ما تلعبوا الأهلي الإخوة السعوديين يقول لك عايز يقول لنا كذا وقلتلكوا إنه الكذب أصلا في المعلومة إنه حتى مباراة القمة اللي بيتكلم عليها في كورونا غاب من الأهلي زي ما غاب من الزمالك أما الإصابات مفيش نادي تعرض لما تعرض له الأهلي من إصابات مؤسرة نشوف الكابتن شوبير غضب على دا ولا إيه فجئت كان فيه استوديو تحليلي وبتكلموا على المباراة ما توقعها ما بين الأهلي والاتحاد في كاس العالم للأندية فلقيت ميدو قال إنه يعني فرقة الاتحاد لما تيجي تلعب قدام الأهلي لازم يقرأ قرآن كتير يعني كل واحد المسلم بيقرأ من القرآن والمسيحي بيتبارك بترانيمه لكنه الحقيقة أنا تفرقت على الفيديو كله والاتخضيت يعني قال إنه في نهاية إفريقيا 2020 لقينا أهم اللعيبة أصيبوا بالكورونا أي فريق بواجه الأهلي بتصم إنه لعبة كتير لأنه مدرب بيمشي بتحصل حاجات غريبة قبل المباراة ولعبة الاتحاد مطالبين بقرأة القرآن قبل المباراة بتحصل كم إصابات غير عادية بقى الرجع بقى لك بس الأهلي فريق وقاس اللي رده بقى الإخوة الأعزاء في الاستوديو التحليلي من السعودية خصوصا كابتل محمد نور يعني قال له أنا لعبته ضد النادي الأهلي قبل كده وكسبنا النادي الأهلي والأهلي كان في أفضل حالاته ولعبنا وكسبنا والناس زي الفل والدنيا تمام قال له لا بعدين قلبها بضحك يعني هذا الكلام يا ميدو لا الكلام المقصود بيه صعب 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 يعني يعني إذا كنت بتتكلم وقال لك ودائما قبل مباراة الأهلي زي ما كنت لقى فيه غيابات لا ده قد الغضاء والأهلي أعتقد المباراة الأخيرة والأبل الأخيرة ولكن غاب منه ست ومع ذلك فاز ومباراة إفريقيا كان الأهلي برضو عنده تمامهم مين منهم قالوا ديانج إلا متخني الذاكرة يعني وحتى من ناس بقت تقارن الغيابات هنا مع الغيابات هنا والقصة كانت غريبة شوية يعني انا اجيب لك غيابات الاهلي في مباراة القمة 21 يناير 23 اجيب لك مين كان غياب على الاهلي كان اكرم توفيق وكان كريم فؤاد وكان ياسر ابراهيم وكان عمر الصلية وكان محمد عبد المنعم وكان حمدي فاتحي وكان برونو سافي وكان بيرسي تاو وكان محمود متولي كل دول كانوا غيابين عن النادي الاهلي انا مش عايز اقول الكلام ده ميدو بس فعنا اتخضيت من طريق كلام ميدو يعني ما كلنا بنتسلح بالقرآن وزا قلت لك المسلم بيتسلح بالقرآن والمسيحي بيتسلح بالانجيل وكل واحد بيتسلح بآياته ودينه ويعني كانت غريبة اهو يا ميدو شوية يعني ده انت حتى لو قلتها هنا ببرنامجك ماشي لكنه اللي بقول لحضرائكم اللي رد محمد نور يعني محمد نور بني ادم جميل يعني فانزعكت جدا من الطريقة والرسالة اللي عايز يوصلها ميدو يعني يعني ده طبعا صراد له كابتن شبير يعني وحل الموضوع أنا بس مختلف معاه لا كلام ميدو غير مقبول حتى لو على صفحته الشخصية مش في مصر ولن ندع لأحد أن يسيء أو يلقع كلام عن نادي الأهلي إنما هو الحلم أنه هم بيردوا كل واحد بيردوا على نفسه وكل اللي بنقوله بنقولهم شوفوا انت بتعملوا ايه احنا ما ملقلفش فاللي عايز زي النادوة بتاعت حضرتك يعني عنوان ايه كان لم الشامل الرياضي لم الشامل الرياضي نلم بس لأول كل واحد يلم زمام أمره هو ولا يتقول ولا يسيء ولا يدلس ولا يستخب ولا يروح يوقع بين الأهل وبين الجماهير والأشقاء لأنه كله دلوقتي أديك شفت والله ما كنا محتاجين نقول كلمة بعد الردود القصية جدا إحنا فيه كتير مردناش نعرضه عشان اللغة بتاعتها فيها قصوة كبيرة وتجاوز كتير طبعا ننفعش نعرضه بس كل ده عشان برضو نقول للناس يا جماعة إحنا لا ندعي إحنا بالرد على الإساءة طب ما تخليني أرجع فلاش بك شوية هو الكلام دا ينفصل تروح تلعب مع التراجي التونسي تتبعت رسائل للاعلام التونسي فيكهربو لك الأرض بين الأهل وجماهير التراجي وتحصل الأحداث ويحصل الاعتداء على الإتوبيس ويوصب هشان محمد وتخسر النهائي ويتقال بجاوبات مزورة من مصر ولم يحسب أحد بل كوفي اللي عمل كده كوفي طيب تروح تلعب مع الوداد في المغرب نفس الحكاية نفس المحاولة قبل ما هتروح تلعب في السعودية قديكم شوفت الخطوة الاستباقية اللي حصلت في هذا الاتهاب وفي السودان وفي كل حصة وفي السودان تم استضافة تم استضافة وفد الهلال ومعلوم لدى الجميع البيان الناري المتجاوز اللي كتبوا مسؤول نادي الهلال كتبوا فين ومين اللي كتبوا قولوا ومحدش بيغضب محدش بيغضب كابتن شوبرك تفل نقال لك أنا كان فيه نزعاج شعور لطيف يعني لكن محدش تاني تكلم محدش حتى نزعج تاني لصورة ذهنية خاطئة بترسم للآلف الخارج الحقيقة أستاذ أشرف محمود رئيس الاتحاد المصر للثقافة الرياضية انزعج وقال كفانا تدليلا للعبين كفانا تسفيها لقيم الرياضة وإذكاء لنار التعصب كفانا تشويها للتاريخ كفانا تقليلا من زواتنا إرضاءا للمال تقريبا أشرف شاور على الموضوع إن المطلوب ده التمن ده التمن الإساءة للآله وتشويهه فقال أشرف محمود عن ما حدث في قناة أو في استوديو قناة قناة سعودية من اللاعب مصري أتحدث وكان الحقيقة شديد الوضوح كفانا تقليلا من زواتنا إرضاءا للمال على نفس النسك غضب أيضا النقد الرياضي الكبير مدير تحرير الجمهورية الأستاذ ردوان الزيادة فقال إن أنا أرفض تماما تصريحات ميدو لقناة السعودية الرياضية عن الأهلي بيقوله أنت زي ملكاو ما فيش مشكلة بتكره الآله برضو ما فيش مشكلة لكن إنك تقول لازم لعب الاتحاد جدة يقرأوا القرآن لأن المنافسين اللي بيواجهوا الآله بيتعرضوا لإصابات كبيرة للعبيهم وهي تلميحات لا يصح أن تقال على زعيم الكرة المصرية والعربية والأفريقية ليه المجاملة الفجة دي دي اللي أنا أقلتها لكم إن حدش بعيدا عن الموضوع الهدف مجاملة للاتحاد جدة وتطوع بتقديم رشدتة للاتحاد جدة على حساب الأهلي أو بطريقة الإساءة للأهلي وتشويه انتصاراته بمعلومات كذبة أديكم شفتوها ميدو نفسه هو اللي كذبها وميدو نفسه هو اللي اعترف على نفسه وعلى مسؤولي لدي الزمالك وقتها وعلى الشيخ اللي بيركب معهم الإيتيوبيس وبيأخذ سبع تلاف جنيف وكل مباراة ده كان كلام ميدو بنفسه فردوان الزهاتي بيقول له تذكر أنك مصري قبل أن تكون زمالكويا بالمناسبة كلامك ده بيقلل كتير من أسهمك مصريا وعربيا ده كلام ردوان الزهاتي وأشرف محمود إنما على فكرة يا جماعة هي قضية السحر والشعوازة لأنه بر الحدوتة بتاعت ميدو المفترض المسألة تحظى باهتمام المثقفين والوعيين شوية لأنه أكبر خطأ وأكبر اعتداء على العقل إن احنا في القرن نسوق لمثل هذه الأمور ويبدل دايما على فكرة أنا شفته صور لمباريات في الدرجة التانية والتالتة يمكن الدرجة الأولى بيقولولهم اتبح مش عارف فيه عشان تعمل ايه شفتي ناس دبحة فارخة في الملعب واللي ده بحق ارنب ما هو؟ على قده يتقالوا اتبح ارنب في المرمى علشان مش عارف يحصل لك ايه اتبح معزة علشان يحصل لك ايه احنا لأي مدى سكتين على هذا الاعتداء الخطير جدا على العقل وعلى العلم وبعدين الأخطر من كل ده استخدام الدين بقى تسويق مثل هذه الخزعبلات اللي الأشقاء في السعودية انزعجوا منهم وقال لك روحوا بالاكم بعيد عننا ارموا بالاكم مع بعض ما تشوهوش للإستوديوهات السعودية بهذه المعتقدات وبهذا الكلام وصفوها بكده زي ما انتم شفتوا الجولة بتاعتنا احنا احنا بقينا مسوقين لخزعبلات بهذا المستوى من نجوم رياضيين عندنا ومحدش بينزعج محدش بينزعج انه قيمة المصري وحضارة المصري وثقافة المصري ماينفعش تبقى مسوقة لجهل وتخلف وخزعبلات بهذا الشكل انا معده استاذ اشرف محمود كرئيس للتحاد السقافة الرياضية وصديقه الدكتور اشرف صبحي يقول له مين اللي حارس الامين على قيم الرياضة بجد مين اللي ينزعج لخطورة التسويق لهذه المفاهيم ورسم صورة ذهنية عن الرياضي المصري قبل ما يكون عن النادي الاهلي اللي اريد الاساءة اليه الامر جد خطير لان دي صورة مصر ورياضة مصر والنادي الاهلي بعد كده ماينفعش يكون فيه السماح والقبول بالتخلف الشديد اللي فضلوا يرددوه في الملاعب لدرجة انه تقريبا احمد حسام ميدو ده هو نفسه كان هو كابتح حسام غالي ضيوف مع الاستاذ عقوب السعدي في خناة ابو ظبي بمصارة قضية الخزعبلات والسحر والشعوزة ماهي لو الامر كده كانت افريقيا خادت كاس العالم من زمان لو الامر بهذا الشكل ما كانش حصلت اللي حصل يقول لك الشيخ المغربي شاطر فالاهل يروح يكسب الوداد يبقى الشيخك عسام بالشيخهم يعني يعني طب وبعد كده السوليد سليمان الخاتم اللي لابسه عامل فيه مش عارفه عشان خاتم سليمان احنا وصلنا لهذا المستوى وبنرب النشأ عندنا على مثل هذه المعتقدات والخزعبلات لو اراد ان يدلل على صدق منطقه ما كانش تهكم على انه فرض عليه انه يجيب ساحر طب انت الساحر ومعكف العربية كل ماتش ما شفعلكش ده ما كملتش مدتك كان مدرف للفريق انت نفسك ما قدرتش تفيد نفسك يعني يعني جبت الشيخ وبياخد سبعة تلاف وما نفعتش ما نفعش معك انت اه ده شيخ ايه بقى شيخ تايواني ولا ليه مش هو قعد بقالك بيركب معايا وقعدين مشي هو وكابتن حازم بعد شوية قليلة هو كان بيقوله وقتاه وهو مش مختنع ولذلك انا بيقولك عندما مين 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 تاكل هو مش مختنع هو رفضه هو رفضه عشان مرتضى فرضه عليه بس بعد كده اه بصوف الاهل ابله ليه اه ابله ليه لانه هنا الحتة دي في تاكل التجارة بالحتة دي في اللحظة دي تاكل تاكل مع فئة معينة يبان كده انه هو يعني العاشق الولهان والحل اللي ملوش بديل لكن انت دلوقتي طب تجيب لنا الرد الديني الموقف الديني ويعني شيخ مبروك عطية اضطر اللي استاذ يعقوب السعدي يتصل بيه ويقوله قولينا يا مولانا قولينا حكاية السحر والشعوازة في الكرة اللي انت